مرحبا اليوم لحنا نقوم بعمل مع بعض حلوة فلابية الشوكلاة بالموز حلوة بسيط سهلة سريعة لا يأخذ بكم الوقت وتعبته كثير كثير طيبة طبعا تلاقوا المقادية كلها موجة تحت وصدقوا الوصف بالبداية لحضي فاولة 3 كواب من الحليب عليهم بعلاق واحدة بدون الشاوب وبعلاقتين بدون الطحيد نسكوا من السكر وفي قوديل الكبية اذا انتم تحبوها حلوة وعلى قبل الكاكاو نخلطوه على هكذا صغيرة دول عالبارد بعد يحبه واحدة بدون الفوز بدي اهرسها هيك بالشوكي فيكم تستخدموا البكسل بس هي يعني بترهرس معاكن بسهولة المهم هو نبضل معاكن قطعة كبيرة لان هل حنا نخلطها معاها فلازم تكون مهروسة كتير تشافيك كيف صار قوابه نحضي فاولة نحضي فاولة عالي ورفعها عدار عدار تستمر بالتحليك لحتى ما تلزع عندي مجرد بتسخلة حط عليه شوية بدل الشوكالة تضيف قطعة شوكالة هيك بالشكل او زي محبيب كون تضيف كمان مكعب صغير بدل زبدة و تستخدموا عالتلين بعد ما تقلل صارت هيك بالشكل شايفي كيف صار القاوب تقيل طبعا لا تخافوا هي ما بتكتل معاكن هو بس الموز يبياخد هيك هذو الشكل هل هيك صارت عندي جاهزة شايفي كيف ورفعها عدار حطي تضيف قياتي الصغيرة وومتو أسكبها لا تخافوا اذا القاوام لقيتوا كتير سائلة ورهيها لحا تجبت كما بستبرد ما بدها تكون كتير جايم طري شوي اكتر لبها العلو بإياه ومزينة هيك بقطع شكل صغيرة وشفيم الحبات السكر في كل جيدة كمان بشفيم للبوز او شفيم الكريمة هي بيعطيها منظر حلو وطعم كتير طيبة حلو بسيط وسهل ما بياخد بكل وقت وطعمة للبوز كتير كتير طالعة واضحة فيه وطلعة كتير كتير طيبة بتبرق كل جربوه اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا يدونيك والاشتراك بحفكم ونشوفكم بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر